بسم الله الرحمن الرحيم إخواني أخواتي معكم الكاتب العام اتحاد جمعيات أمهات وآباء تلاميذ المدرسة العمومية بعمالة المحمدية زناتا أختي المواطنة أخي المواطن وزارة الداخلية فردات حالة طوارئ الصحية على جميع المواطنين والمواطنات ودعت رهة الإشارة ديالهم واحد الرخصة ديال التنقل استثنائية من أجل قداء جميع الحاجيات الضرورية من العمال من أدويات تبضع استشفاء وطلبت منك أختي وطلبت منك أخويا باش تبقى في الدار ديالك ما تخرج إلا لهذا الأغراض إلا للضرورة وهذا الرخصة هادي كلفت واحد للجنة أو أعوان السلطة اللي غاي وزارها علينا حتى للبيوت ديالنا وقتلين ما تنقلوش ما تخرجوش عندهم هو ما يجيو عندكم هاتش كله علاش من أجل الحماية ديالك والحماية ديال الأهل ديالك والناس اللي كتبغي ومن أجل حمايتي وحماية جميع المغاربة بدون استثناء اليوم أخويا المواطن هزيت ديالك الواتيقينتا ومشيتينتا كتقلب على عون السلطة ولا على السيد القائد باش يوقعها لك خرج دينتا خرج لآخر خرج لآخر والسيدة أعوان السلطة كي يوقعوا هات الواتيق بسهولة بلا ما يفكروا بأن هالطريقة اللي شفت أنا اليوم واللي خلاتني ندير هاد الفيديو هادا من عاد ما من الحماية السيارة ديال الملحقة الإدارية معرفتش كون فيها بالضبط الحق ديالك الناس اللي مجوقين عليها ما كيتحسبوش كتفي على كتفك وكل شي بغي يوقع حتى لا كانوا يسترشي واحد تمام معدي رأي خرج على كل شي ما كينش مسافة الأمان ما كينش الوقاية ما كين حتى شي حاجة باش نوقع أنا هاد الواتيقة حلاش أنا غنشي نوقع هاد الواتيقة ما دام قالوا لي يبقى في دارك غيجي ويوقعوها لك غدي نخرج نقدير حاجة ديالي ومن اللي يتلاقوا معايا الناس دي والمراقبة أنا كنسكن في العنوان فلان فلاني ما وصلش عندي عاون السلطة ولا اللجنة الموكل لافق بتوزيع هاد الرخصة ديال التنقل الاستثنائية الله يجازيكم باخير الله يجازيكم باخير أنا شفت غير حالة وحدة أعلم الله شحن من ملحقة وهاتش كله السبب ديالو أنت المواطن وانت يا المواطنة أنت اللي ما كتصغيش للقرارات ديال الوزارة الداخلية والنصائح ديال الوزارة الصحة الداخلية قلت لك بقى في دارك بقى في دارك أش بغيتي أنت بشي تجيب هاد الرخصة ضروري تمشي تجيب هاده بفين بغيت تمشي خرج نقضي الأغراض ديالي إلا كنتي خدام رارب العمل هو اللي غي يعطيك هذيك الوتيقة إلا كنتي عندك عمال حرة دير الورقة نتايا كانت أم بريمية ولا كانت تخرج قاعد نتابل ورقة هو يعطيها لك من اللي يشدك قل لي ارى مجاش عندي الحي ديالي وهذه الحالة ارهب بعدها على صعيد عمالات المحمدية النهر الأول بدأوا الوثائق وتوقفت العملية علش ما بقاش هذك المسألة بقت غادة كتتوزع الوثيقة باش الناس يبقوا في ديورهم هذه فتنة وهذه ضجة وهذه عدم الوقاية وما بكيناش حماية هنا من أجل هذ الفيروس الفتاك الله ينجينا وينجيكم وينجي جميع المسلمين يا رب يا رب الله يهديكم بركوا في ديوركم قلسوا في ديوركم من أجل صحتكم وصحة الناس اللي كتبغيوا لا داعية أنك تمشي الدرجة قل لي انت يا بغي ورقة باش تخرج وما خيفش على راسك وانت متكي على الاخر هو بغي وقع وانت يا سابق النوبة حالة 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 والله العادي ما تقدر تشوف هذه الحالة ناهيك على الناس اللي مجوقين كيت سنة وبعد نتمنى الرسالة دي اللي تكون وصلت ما شي غير لك أخي المواطن أختي المواطن احتدك المسؤول اللي في الملحقة ولا في إدارة ولا في ديك اللجنة اللي مكلفة ما نسينيش الواتقة للمواطن قولي السير غدي نجي عندك هكذا جا قرار وزارة داخلية ما قالش لكم وزارة داخلية سيروا الملحقة وسينيو ما نسينيش الشي واحد كل واحد غيبقى في دارو حيث انت لا سينيتي لواحد لأخر غيجي لعندك احنا ديرين هكا احنا صحتنا ما كتسوالو احنا كنتهورو احنا ماعطينش القيمة الروسنا سالينا التفلية وسالينا اللاب جا وقت الصح والمعقول الله يجازيكم بخير شدو ديوركم اللي ما عندو ما يدير يشد ديورهم يشدو ديورهم الله يجازيكم بخير وشكرا الجامعة جا وشكرا الجامعة